اشتركوا في القناة عن خالص الشكر والتقدير لما تضمنته برقية جلالة يهيم المشاعر أخوية صادقة مؤكدا حرصه على تعزيز وتوسيع العلاقات الودية بين البلدين وبالأخص مع دول الجوار على أساس التعاون والحوار والاحترام المتبادل وأشار فخامة الرئيس الإيراني في برقيته إلى أن حكومته ستولي أهمية خاصة لتعميق العلاقات مع الدول المجاورة وتطوير الروابط مع مملكة البحرين متمنيا لجلالة الملك المعظم موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار والرقي